ورجعنا من بعض الفاصل مع أهم وأقوى المباريات اللي كانت موجودة مباريات بيراميدز والناد الأهلي طبعا قبل ما أبدأ في التحليل البرنامج تلعب شكل مختلف جدا حابب أشكر كل القائمين على التصوير والإعداد وحابب أشكر صديق الخلق طبعا أستاذ تامر وعايز أشكر أستاذ نصر طبعا الفروض كان الشكر في البداية ولكن الأجواء الجميلة خديتنا في حتة تاني وعايز أشكر طبعا المخرج الجميل الشاب الصاد الواعد أستاذ محمد أزل هنقول لحضراتكم حاجة بسيطة جدا ودي اللي كانت بتحصل معنا أصبح فريق بيراميدز مرعب للغاية اسمعني تاني واسمعني كويس فريق بيراميدز أصبح فريق مرعب لجميع الأندية دلوقتي الأول كنا بنقول أهلي زمالك إسماعيدي دلوقتي أصبح احترامي لباقي الأندية والعديد من الأندية دلوقتي أصبح اللي أنا بقول أهلي بيراميدز زمالك أو زمالك أهلي بيراميدز مخرجنا الجميل هيبدأ يعرض عشان أعرفك اللي هو فريق مرعب للغاية تعملت فيه طفرة كبيرة جدا أصبح أن فريق مرعب اتعدله كتير أو اتكلف المكان هنعارفين طبعا القصص اللي بتدور طبعا مخرج الجميل هيبدأ يجيب لي الكورة دي أنا عايزه بس يرجع زوم ارجع لي ارجع بس امشي خطوة معايا امشي وقف طبعا حسين الشحات حسين الشحات أظهر في الموراة دي أن هو يستحق المبلغ اللي الدفع فيه حسين الشحات أصبح أنه يستحق الفلوس اللي الدفع فيه امشي معايا امشي اقف طبعا جونيور أجيه ارجع سنة معايا ارجع وقتا ما راجل استلم جونيور أجيه بص فين كمل معايا بالكورة كمل 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 اقف خد بالك اتكلمت الحلقة اللي فاتت ان المهاجم لحظة والمهاجم تمركز الراجل لحظة استلمي الكورة خد بالك لعيبي الكورة لو استلم وحط الكورة قدامه لو خد قرارين فالرجيم خالص الراجل هنا استلم المخرج بتاعي يمشي اتفضل هاتلي بقى الهاجمة من الاول كده بقى وفرجني ما توقفش اي حاجة اقف ارجع لي بقى ارجع لي بقى عشان عرفك بقى ان المهاجم قرارين اقف اقف لو لاحظت معايا الراجل لما استلم الراجل استلم من برا بس خد بالك ان الراجل استلم اشتغل وخرجي يكمل طبعا الهاني سليمان ارجع بقى اخد الهاجمة من اولها طبيعي خالص زي الفل انا عايزك ترجع لي خطوة كمان معلش لاحظة السلام الكورة اقف اخد بالك ان الراجل ده ادعالي جبر وقادي راجب بكار الراجل الوقت تم استلم اطماتك على طول زي ما قلت لولادنا قبل كده لو زي ما قلت ان المهاجم لحظة راجل راح حاطط ما بصش لاي حاجة تاني اكمل طبعا الهاني سليمان بيطلع عايزك تكمل هات الهاجمة اللي بعدها اقف اخد بالك ان ده كان درب من العيار التقيل وليد سليمان من اكفاء اللعبين اللي كانت موجودة اخد بالك ان الشغل كله يعني دي مباراة كانت مفتوحة من الاتجاهين اسمعني كويس المباراة دي كانت مفتوحة من ناحية احمد فتحي ومن ناحية علي معلول اتعمل حوالي ما يعدل من 12 كورسس من عند احمد فتحي اتعمل حوالي 21 كورسس من ناحية علي معلول اسمع عشان التقيل جاي ارجع ارجع لي بالكورة تاني وقف اخد بالك ان الرجل هيستلم حسين الشعاتها هيستلم هيطلع الرجل اللي قدام هيطلع مرونه محسين كمل ارجع لي بقى خطوة كمان هوريك بقى ايه يعني احنا اطلع كمل 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 معي كمل كمل اقف لو هنا مراوان محسن متمرن كويس لان كان الفترة دي كان يوازنه زائد جدا دي بترجع للعاب الفورمة مراوان محسن لو في الفورمة هيجيب كورة كمل معي وهاتلى الاجمة اللي بعدها لو في الفورمة هيكمل طبعا خد بالك الوديانج الباجي اللي اتنين كانوا عاليين قوي وكان اول مطش ليهم عايزك تكمل هوريك الاطراف اللي كان بيحصل فيها هنا طبعا حسين الشحات كان بيلعب قدام علي معلول وليد سليمان كان بيلعب قدام احمد فتحي خد بالك كمل الفيديو هوجه بس للجمهور حاجة خد بالك اجرك الله لما يلعب احمد فتحي قدامه وليد سليمان ده كمان لو هيوقف رمضان صبحي لما يلعب علي معلول وقدامه حد ازا عزين الشحات تفرج هينفخوا اي فرقة المخريجي يكمل طبعا الكروسات كانت بتتعمل كتير جدا عاز المخريجي يكمل طبعا ده كروس من ضمن الكروسات طبعا زي ما قلت برضو حسين الشحات كان بعيد عن الفورمة في بداية المباراة كمل طبعا عايز اقول حاجة برضو علي جبر كان من افضل واكفى اللاعبين اللي كان موجدين وعلي جبر هتجون يدرس كمل اقف ارجع لي خطوة كمان بس بس النادي الاهلي لما كان بيبقى رايح بالكورة ودي هوريها لكم بعد كده كان بيعمل حاجتين اتنين كان بيحاول يفضم ساحة لوليد سليمان و احمد فاتحي كمل الفيديو طبعا يا ما كانش عايزة غير كده من الاول طبعا كان اسلام عيسى كان من افضل اللاعبين اللاعبين كانت موجودة عايزك تخش والجيب للهدف الاولاني بتاع علي جبر اللي هو من الفيديو هكش في الديق اربعة عايزك تمشي والجيب للهدف مشي وهتلي الهدف هدف كمل كمل هو عندك مدي اربعة من بعد لا كمل كمل ايوا هي دي ارجع علي باعة تالي من الاول عشان ايه افرجك علي جبر عمل ايه و كانت فيه كارسة في قط الدار بتاع نيد الاهله و زي ما قلت اعمد حمدي و كان ايمن اشرف كانت فيه كارسة ارجع ايوا ارجع 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 تاني من اول ما بيلعب اسلام عيسى الكروزيس بس كمل الفيديو ادي لاعب اتنين تلاتة اربعة خمس ستة انا عايزك تتفرج معي مش نوقف حاجة بس اتفرج بس و حط عينك على علي جبر و شف علي جبر هي اعمل ايه ربنا يا حميه رب من اكفر اللاعبين بص رجل اللي رايح ركب الكورة واخد وضعه عايزك ترجع لي تاني بالاعادة الاخيرة دي ارجع ماشي الفيديو طبيعي ما توقفوش ماشي الفيديو طبيعي عشان ناس تتفرج طبعا الراجل اول ما تلعبت الكورة اول ما الراجل الاسلامي ايسا بلعب الكورة الراجل راح رايح شديد نفسه واخد وضع استعداد الجزشن بتاعه رايح بقول احطي هون بيركب التلاتة بتاع خط الظهر بتاع النادي الاهلي احمد فاتحي علي معلول كان ايمن اشرف الراجل رايح بيركب الكورة كل سنة وانت طيب طبعا عايز اجيب الهدف بتاع النادي الاهلي وده كان من اخطاء فاتحها من خط الضهر بتاع النادي بيراميدز طبعا الكورة وسط الزحمة بتروح بس انا عايز يعني الفيديو يمشي كمل معي الفيديو لحد اخر دقتين في الفيديو بالزبط اخر دقتين في الفيديو بالزبط طبعا دي كانت المطش كان ديربي عالي قوي ولو في وقت كنا نجيبنا المزيد من كده الفكرة هنا ان بيراميدز كان فريق مرعب طبعا فرص كتير او ضيحة النادي الاهلي وضيحة بيراميدز عازك تماشي ماشي معي الفيديو ماشي ماشي الفيديو معي اقف كلكت تاني مرة ارجع لتاني الشوت الاول اتعملت الراجل راح ركب النادي الاهلي متعلمش من اخطاقه كمل فيديو ده مين علي جبر كان نجمي من نجوم المباراة دي يعني ده عرفك ان علي جبر واقف على رجليه قوي وماكسب لاي فرقة وماكسب للمنتخب علي جبر يكلا كنت تاني مرة الشوت الاول في الدقيقة الثمانية الدقيقة الثلاثين الراجل بيطلع يركب يحط الكورة الشوت التاني في الدقيقة ستة وسبعين علي جبر بيطلع يركب الكورة محمد الشنوي بنكزها وتطلع برا عايز اعرفك خد بالك ان علي جبر راجل مدافع مساج بيلعب اخر واحد في الملعب اخر واحد في الملعب لما يطلع ويشتغل ويكون عنده الحتة دي الزمالك ولاد وده حاجة تنسب للنادي الزمالك محمود علاء الزمالك ولاد خد بالك ان نفس الكاراكتر ده ونفس الروتيشن والجوزشن ده الجوزشن ده هو جوزشن محمود علاء عايزك تكمل فيديو هاتلي اخر لقبتة في الفيديو مش هوريك اهداف لان رجالة ما كانش لها اي معنى اللي هدف عليك ابو كمل معي الفيديو لحد فيه هوريك برضو ولسه اما ان كان بيعمل ايه طبعا يا راجل بسم الله ما شاء الله طالع ركب الكورة واخده الجوزشن مفيش الله اكبر شغال اوي ويشتغل على نفسه كمل الفيديو طبعا دي مفرجنا بيعدانة تانى عشان ننستو بتبقى شافا كويس هاتلي اخر حاجة في الفيديو طبعا ده هدف النادل اهلي وسط الدربكة طبعا كرة بتروح كمل برضو الفيديو الهدف مش محتاج شرح الهدف مش محتاج شرح طب الهدف التاني برضو نفس الخطأ اللي هو بتاع خط الضه بتاع طبعا الكورة من برا خد بالك لو لحظت رجعلي بالهدف ده هقولك حاجة انا قلتها في الاول بس انت مركزش معايا ركز معايا سيبلي في ايدك بس لحظة واحدة بتعلالي كده ارجع خطوة كمان اوقف وليد سليمان الواجي الواجي وليد سليمان الفكرة في ايه ريني فاينر زكي قوي صايع بلغة الكورة اسمع تاني لو مش ده بالكورة هلقى الرجل بيحط ووش رجلي من برا 18 جون هي الفكرة مش ان الكورة تروح جون هي التكرار بيفيد زي ما كانوا بقولونا في المدرسة زمان وزي ما نزلنا في الملاعب وشوفنا وتمرد التكرار بيعلم الشطار زي ما يقول مخرجي الجميل طبعا عازك تكمل فيديو طبعا الرجل مش محتاجة اعلى طول بيحط ووش رجلي وسط الزحم راحت حتى لو مش هتروح الفكرة صح كمل معايا الفيديو طبعا قالوا ديانج مكسب للنادر الهلي وضافة قوي جدا لعب البرامز يبعترضوا عليها الله اعلم بقى معرفش ممكنكم نضرب الجهاز كمل معايا طبعا الدرباجة حصلت كتير في كورة هورها لكم بتاعت وليد سليمان امشي معايا بالفيديو طبعا الرجل بسم الله ما شاء الله رايح كورة هي لازم تروح ليه نتعاملت في الشروط الاول بتاعت وليد سليمان خد بالك ان كان ألو ديانج وليد سليمان كان بغيره في المكان ده يا اما كان وليد سليمان بيسقل تحت شوية ألو ديانجو قدام وليد سليمان دخل الطرق ناعد حسيني الشحات بينزل ألو ديانج برا عال 18 عالدايرة خد بالك ده ليه علاقة بان ريني فينر يطلب عودة ناصر ماهر افتكر معايا مخرج الجميل ارجعلي تاني عشان الجمهور يبقى واخد باله ارجعلي تاني اخد بالك ريني فينر الرجل زكي قوي ارجع عشان حواليك لقطة ريني فينر بيدرس المكان ده كويس قوي الرجل ده صويع كورة ارجعلي مكان الهدف مجيه الدايرة كامل كامل تاني كامل ارجع خطوة كمان لا امشي 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 اوقف انا عايز كوالت يبقى باين شوي ارجعلي تاني تمام طب كامل كامل الفيديو هيتبان تاني هيتباني النادي الاهلي برضو كامل الفيديو كامل هاتلي قبل ما يخلص بيدقيها واحدة ريني فينر بيدرس عودة ناصر ماهر لهذا السبب ارجع ارجعلي تاني مخرج الجميل ارجعلي ارجع 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 اكشف للملعب اقف بس افتكر كلامي افتكر الحلقة دي كويس قوي افتكر الجملة دي كويس قوي ناصر ماهر ريني فينر يدرس عودة ناصر ماهر لسبب واحد المكان ده اتمنى كوني الرسالة وصلت واتمنى كوني استبتعتم معنا فهذا الفقرة فاصل واستنونا بحاجة يروح مكان تعمل كوبات قهوة وارجعلي تاني او تتحضر السحر وتعالي فاصل واستنونا